أهلا بكم مشاهدين الكرام ماذا يعني فتح المعابر مع النظام السوري وماذا يعني ترحيب الجيش الإسرائيلي بفتح المعابر وأيضا ترحيب الأردن واستعداد العراق في نفس الوقت في أن يفتح معبر البوكمال مع سوريا هل يعني هذا هي عملية تدوير وإعادة تأهيل لظام بشار الأسد وإذا كان الأبر كذلك ماذا عن ملايين السوريين المشردين ومن قتلوا على يد هذا النظام أهلا بكم تكتسي المعابر الحدودية السورية أهمية استراتيجية بالغة لا بالنسبة للنظام فقط بل كذلك للمعارضة ودول المنطقة ويقع جزء من المعابر تحت سيطرة النظام فيما يقع جزء آخر تحت سيطرة المعارضة فيما أغلق الجزء الآخر الحدث اليوم هو فتح معبر نصيب بين سوريا والأردن والذي أغلق عام 2015 بسبب المعارك بين النظام وفصائل المعارضة فيما بقي معبر الجمرك مغلقا المعبر الثاني الذي تم فتحه اليوم هو معبر القنيطرة مع الجولان المحتل الذي سيطر عليه النظام في يوليو الماضي بعد أن أغلق في عام 2014 المعبر الثالث محل الاهتمام هو معبر البوكمال الحدودي مع العراق وزير خارجية النظام السوري أكد أنه يأمل في فتح قريب لهذا المعبر ويرتبط البلدان بثلاثة معابر حدودية هي ربيعة والبوكمال والوليد أو التنف كما يسمى الذي تسيطر عليه قوات التحالف الدولي بقيادة أمريكية مع فصائل معارضة تدعمها فيما يسيطر الأكراد على معبر ربيعة بالإضافة إلى هذه المعبر توجد معابر أخرى مع كل من لبنان وتركيا بالإضافة إلى الحدود البحرية السورية كل المعابر الحدودية بين لبنان وسوريا هي تحت سيطرة النظام وعدد المعابر الرسمية خمسة وهي المصنع والدبوسية والقاع وتلكلخ وأيضا طرطوس كما توجد معابر غير رسمية يستخدمها السوريون الهاربون من أعمال العنف والناشطون والمقاتلون المعارضون الحدود مع تركيا أكثر تعقيدا وتتقاسم فصائل المعارضة والقوات الكردية السيطرة على أغلب المعابر المعارضة السورية مثلا تسيطر على معابر باب الهوى وباب السلامة وأيضا معبر جرابلوس أما الأكراد فيسيطرون على معبر رأس العين وعين العرب ومعبر تل أبيض وتغلق تركيا هذه المعابر من الجانب الآخر للحدود كما يسيطر الأكراد على معبر عين ديوار الذي يستخدم للوصل مع كردستان العراق أما النظام فيسيطر على معبر القامشلي ومعبر كسب والذين أقفلتهما سلطات التركية الجزء المتبقي من الحدود السورية مفتوح على البحر الأبيض المتوسط أما المرافق البحرية فكلها تحت سيطرة النظام هناك من يفتح بابا للعودة بل يعيد الحياة لشريان تجاري مهم قطعه العنف في سوريا منذ ثلاث سنين عند معبر جابر يديم الأردنيون الوصل لوافد السوري من معبر نصيب يكرس الأردنيون هنا تطبيعا سلسا للعلاقة وإن كان اقتصاديا فحسب مع جار عايش أزمة لم تضع عزارها بعد برغم ذلك يتحدث السوري عن تفاهمات ما نحن اليوم على الأرض الأردنية في معبر جابر طبعا هذا المعبر الحدودي ما بين سوريا والأردن هو خدمة لكل الطرفين اقتصاديا مشهد كهذا يعبد طريق التجارة والنقل بين الأردن وسوريا حتى لبنان بأنه يفتح معبر نصيب قريبا حديث للدولماسية اللبنانية بتوجه قومي في ضيافة أردنية قبل أيام باسم التبادل التجاري والانتعاش الاقتصادي وإن بقي الأمن هاجسا يرود أطراف حدود الصراع السوري إذ لا مناصة من وجود مشاهد الحرب وقد رسدت من فوق التراب الأردني لكن أيضا هناك من يكسر عزلة نظام بطش بشعبها على مدى سنين الرجل وهو في ضيافته الدمشقية يعيد تنشيط عودة النظام إلى بيته العربي برغم كل ما جرى تشفع له في ذلك حدود مشتركة لطالما كانت ملتهبة بطول ستمائة كيلومتر بثلاثة معابر بينها البوكمال الذي يريد السوريون أن تدب الحياة فيه مجددا فتح معبر نصيب فتح معبر البوكمال فهذا شيء يخاطب مصالح الشعوب يعيد السوريون ترتيب سيادتهم المنقوصة بفتح معابر شرقا جنوبا بل حتى عند القنيطرة مع الإسرائيلي المحتل تستعيد الأمم المتحدة دورا رقابيا دابت عليه هنا في حالة لا حرب واللا سلم تحاول كذلك استعادة سلم لم يكن طوع بنانها أبدا وفي إطار مسعى لمشم لسوريين قطع الاحتلال الوصل بينهم وفصلت جولان بدأ مكبلا بل بعيدا عن أي عودة ينضم إلينا من باريس سيد جورج صبرى الرئيس السابق للمجلس الوطني السوري كما ينضم إلينا من عمان سيد جواد العلاني النائب رئيس الوزراء الأردني الأسبق أهلا بكم معي في هذه الحلقة أبدأ معك سيد جورج هل فتح المعابر هذا الذي كله تزامن في وقت واحد بالتوازي مع فتح جيش الاحتلال الإسرائيلي لمعبر القنيطرة أعلن في الجانب الأردني فتح معبر نصيب التجاري مع سوريا وهذا أيضا تزامن مع استعداد العراق لأن يفتح أيضا معبر البكمال ماذا يعني كل هذا بالنسبة لكم حقيقة بالنسبة للسوريين لا تعني المعابر شيء كثير لأن العجلة الاقتصادية وعجلة الإنتاج في بلدنا معطوبة ومتوقفة منذ زمن طويل اهتمام السوريين في هذه الفترة وهم المشردون نصف الشعب السوري خارج سوريا ونصف ما زال تحت سلطة نظام اهتمام السوريين اليوم بما يجري في مخيم الركبان الذي لا يعني كثيرا عن معبر نصيب ومعبر تنف حيث يوجد سبعين ألف سوري يشتهون قطرة ماء نظيفة اهتمام السوريين في إطلاق صراحة سجنائد السياسيين وقد بدأ النظام يصدر قوائم بالآلاف منهم الذين قتلهم تحت التعذيب تحت سمع وأنظار للعالم اهتمام السوريين في العملية السياسية المتوقفة تعتبر أن لا أهمية لهذه المعابر كيف ومعبر نصيب على سبيل المثال يعني أهميته الاستراتيجية يوصف هذا المعبر بأنه المعبر الأهم والأكبر على مستوى الشرق الأوسط كيف لا يشكل فارقا بالنسبة للنظام بالنسبة للنظام يشكل أنا قلت بالنسبة للسوريين سألتني عن السوريين أما من يهتم بموضوع المعابر هم النظام أولا يريد تسويق أوهامه أن الأمور انتهت في سوريا والحل السياسي قاب قوسيني أو أدنى وبالتالي عجلة الحياة العادية مستمرة كذلك أيضا يريد التسويق للمقولة الروسية باستجلاب رؤوس الأموال من أجل إعادة الإعمار وهذه الفكرة الروسية التي قاومها المجتمع الدولي من طرف آخر هناك اهتمام كبير من الدول المحيطة الدول الشقيقة المحيطة بسوريا لديها اهتمام كبير في الموضوع لأن هذه الدول تعاني من أزمات شديدة اقتصادية وسياسية بعلاقة الشعوب مع الأنظمة وهي معنية بفتح مجال جديد مهما كان بسيط لكنه بساعدة الموضوع الاقتصادي أما بالنسبة لشعب السوري اتمامه في مكان آخر الإرادة إذا ليست محصورة بالنظام وإنما أيضا بالدول المحيطة وربما أكبر من ذلك سأعود معك على العموم وهنا سؤالك سيد جواد هل قرار الأردن فتح معبر نصيب أمام النظام السوري هو قرار تحكمه الضرورة الاقتصادية فقط أم أنه قرار سياسي ربما له ما بعده في دخول بمرحلة التطبيع ومرحلة جديدة في العلاقة مع النظام السوري أعتقد أن علاقة الأردن السياسية مع سوريا واضحة الأردن لم يكن طرفا في النزاع السوري ولم يتخذ موقفا محددا من النظام ولكن قطعا السورية كانت تشكل قبل أحداث 2011 ومن بعد ذلك جزءا أساسيا من الاقتصاد الأردني يعني حجم التبادل التجاري بين البلدين عملية الاستثمارات المتبادلة أو عملية الترانزير ولكن كيف سيد جواد تقول أن الأردن لم يتخذ أي موقف وعبر الأردن من هذه الثورة السورية ولكن في وقت من الأوقات دعمت الأردن المعارضة المعتدلة في درعة لا قلت أن نعم ونزال نحن نقول بأن الأوضاع الآن في داخل القطر السوري قد تغيرت كثيرا عما كانت عليه نحن في الأردن دولة نتعايش مع الأحداث ولا نستطيع أن نمليها قطعا هناك تعاطف كبير مع الشعب السوري هناك رغبة جامحة لدى الأردنيين بأن تكون علاقتهم مع السوريين اللي هم أقرباؤنا ولكن ألا يعد هذا تأهيلا وأنسباؤنا وأنسباؤنا وإسهارنا وشركاؤنا ألا يعد هذا تأهيلا للنظام السوري وكسر العزل عنه وبالتالي سؤال ماذا عن ملايين المشردين السوريين الآن هل الأردن يقدم الآن المصلحة الاقتصادية على هذه المبادئ هذه التهمة يا سيدي ليست صحيحة إذا سمحت لي الأردن الحقيقة يعني تحمل أكثر من غيره بكثير نتيجة الأزمة السورية لا أستطيع أحد أن يزاود على الموقف الأردني اتجاه ما تحمله حيال الأشقاء السوريين سواء الذين أتوا إليه أو الذين طلبوا منه المعونة أو أي شيء آخر الأردن كان بالعكس في موقف الدفاع عن نفسه ضد تسلل ضد الحركات الإرهابية كان باستمرار الأردن ما أخذ موقف موقف الذي يدافع عن نفسه نحن لسنا لدينا القدرة على أن نوثر كثيرا على ما يجري داخل سوريا الآن الشعب السوري في نهاية الأمر الموجود داخل سوريا بحاجة إلى كثير من الخدمات بحاجة إلى يعادة التأهيل بغض النظر عن النظام السائد الموجود هناك لكن العلاقة مع الشعب السوري تحتاج وتطالب كثير من الدول العربية بإعادة الإعمار بإعادة تأهيل الحياة بإعادة تأهيل المستشفات هذا إذا يعني ليس يعني النظام قطعا يستفيد من هذا ولكن الأولوية تبقى بأن الشعب السوري قد تحمل ما يكفي ولا حاجة لأن نحمله المزيد طيب سيد جورج بالنسبة للجيش الإسرائيلي وترحيبه بفتح معبر القنيطرة كيف تقرؤون هذا الموقف يعني بعد سبع سنوات من إغلاق هذا المعبر الآن الجيش الإسرائيلي يرحب طبعا هذا جاء بعد اتفاق مع الأمم المتحدة ومع أمريكا وأيضا بتفاهمات إسرائيلية يعني كيف لجيش إسرائيلي يرحب بفتح معبر مع دولة تدعي أنها في محور المقاومة لإسرائيل هو لا يرحب فقط إنما هو صاحب المشروع والاتفاق وانصاع النظام السوري له وكذبة الممانعة والعداء لإسرائيل من قبل النظام السوري أصبحت مكشوفة ويعرفها السوريون جيدا منذ نقصة عام 1967 الذي كان حافظ الأسد هو بطل هذه الهزيمة وحتى الآن أما فتح هذا المعبر فهو حاجة إسرائيلية أولا من أجل تسهيل أمور الأمم المتحدة وقوات حفظ السلام في الجولان الوضع التاني ليسمح لإسرائيل في أن تتصرف في المناطق المحاذية لها من الطرف السوري لأنها معنية فعلا عسكرية ولديها استراتيجية مكشوفة فيما يتعلق بالقوات الإيرانية فيما يتعلق بميليشيا حزب الله ففتح هذا المعبر يحقق مصلحة إسرائيلية في المقام الأول لذلك وزير الدفاع الإسرائيلي قبل أكثر من عشرة أيام تحدث عن ذلك بحماس بالغ وليس للنظام السوري إلا أن ينصاع لهذه الإرادة الدولية لأن ليس هنا قرار في دمشق اليوم يتعلق بالسيادة الوطنية هذه المزحة السمجة انتهت فمن يقود كل هذه الأعمال هو بإدارة روسية القوات الروسية الموجودة في كل الأمكنة تتعامل مع الطرف السوري الآخر تتعامل مع الجانب التركي في الشمال وتتعامل مع الجانب الإسرائيلي في الجنوب أيضا طيب سيد جواد تقول أن لا بد من إنهاء الأزمة السورية ولا بد من انتهاء الحرب ولكن في الواقع فتح المعابر هذا يصب بالنتيجة في إعادة تأهيل هذا النظام وكسر عزلة هذا النظام ولا يزال نصف الشعب السوري مشرد ومنهم من قتل بالتالي ألا تعتقد أن فتح المعابر لا ينهي الأزمة وإنما يتجاهل معاناة الملايين من السوريين لا على العكس أعتقد بأن الموقف داخل سوريا بتعقيداته بدخول الروس إليه بوجود قوات أمريكية فيه بوجود قوات إيرانية بوجود قوات تركية بتدخلات إسرائيلية مستمرة يعني هذا الموقف المعقد في داخل سوريا لا ندري كم سيبقى يعني سيبقى سنة سنتين ثانيا هناك إجماع بين الدول على أن النظام الحالي سيبقى يعني ما في حدا بتكلم الآن من الدول المؤثرة عن تغيير النظام بالعكس يعني أنا كنت أحضر مؤتمرات كنت أرى ممثلي سوريا يعني هم يمدحون خدمة إيران لهم وأن إيران كان موقفها من النظام السوري أقوى أحسن بكثير من كل الأنظمة العربية الأخرى وكذلك الحال يعني إذا نتكلم على حزب الله حزب الله أيضا هو من المادحين والمتعلقين لسوريا وفي كثير من خطابات السيد حسن نصر الله كان فيه هناك إشارة واضحة إلى ضرورة الدفاع عن سوريا والتمسك بها فلذلك النظرة إلى أن فتح المعابر هو الذي سيغير أو سيثبت النظام في تقدير هذا يعني قد يكون صحيحا جزئيا ولكنه ليس العنصر الأساسي العنصر الأساسي هو أن هناك اتفاقات دولية وإقليمية على أن النظام سيبقى سيد فلذلك قضية المعابر تصبح قضية تسليق معاملات الناس وتسهيل التجارة ما بينهم طيب وصلت إلى نقطة مهمة أتوجه بها سيد جورج صبر هل هذا القرار قرار فتح المعابر والترحيب الإسرائيلي والترحيب الأردني وأيضا استعداد العراق لفتح المعبر هل باعتقادك أنه قرار جاء بضوء أخضر ربما عربي أو بضوء أخضر أمريكي هي مصالح الدول ليس بحاجة لضوء أخضر عربي لنعرفه لأنه للأسف موقف جامعة الدول العربية هي خارجة من الموضوع كليا فيما يتعلق بالقضية السورية من فشل عام 2011 مبادرتها توقفت جامعة الدول العربية من أي فعل إيجابي تجاه السوريين بما فيها الفعل الإغاثي لكن بوضوح إن هذا القرار أعتقد أنه يخرق قرار جامعة الدول العربية التي أوقفت انتساب النظام السوري واحتلاله لمقعد سوريا في جامعة الدول العربية وهذا قرار رسمي اتخذته جامعة الدول العربية في مجلس وزرائها ومازال سريا حتى اليوم لكن للأسف بدأ الطرف العربي يتنصل من مسؤولياته والهموم الداخلية لكل بلد عربي تجاوزت بالفعل حدود الالتزامات العربية المشتركة وأريد أن أقول بصوت عالي ليس لأي بلد عربي أن يمنن السوريين فيما يقدم لهم لا السوريون قدموا كثيرا لأمتهم العربية لكن المطلوب اليوم الوصول إلى حل حقيقي في سوريا هل بقي خيار للمعارضة سيد جورج في دقيقة وسائر أوضاع المنطقة هل بقي خيار للمعارضة في ظل هذه الرغبة الدولية بفتح المعابر على سوريا خيار المعارضة في العملية السياسية التي فتحها المجتمع الدولي وترعاها الأمم المتحدة وما زال المجتمع الدولي بقواه الكبرى الولايات المتحدة وأوروبا يتحدث عن أن الحل السياسي يجب أن يتم برعاية قرارات الأمم المتحدة وفي جينيب وبدلالتها وبرعايتها من أجل تأمين الانتقال السياسي في سوريا ولا إعمار ولا حل سياسي لقضايا سوريا والمنطقة إلا بإجراء عملية الانتقال السياسي طيب سيد جواد ماذا يحقق فتح معبر نصيب بالنسبة للأردن وأيضا للنظام السوري ماذا يحقق اقتصاديا ماذا يحقق سياسيا مع الفارق العسكري طبعا الموجود والذي يتمتع به نظام بشار الأسد نتيجة الدعم الروسي ماذا يحقق للطرفين فتح المعبر أولا لا أحد يمنن الشعب السوري والأردنيين لا يمننون الشعب السوري على الإطلاق بل استقبلوهم كإخوة وكأهل لأننا نحن والشعب السوري كما قلت أصهارا وإخوة وشركاء ونحن جزء من شعب واحد ونحن جيران منذ الأبد فلذلك علاقة الأردن بسوريا ليس فيها مجال للامتنان وإنما هي مجال للتعاون ولكن هذا لا يعني أن الأردن لم يتحمل أعباء إضافية في هذا الأمر قبلها وتحملها وجزء من معاناة الاقتصادية ناتج عن ذلك لكن السؤال الذي أريد أن أؤكد عليه بأن نحن لسنا ضد على الإطلاق أن يكون في هنالك معارضة في سوريا وتتحول العملية السياسية إلى الوصول إلى التفاهب بين مختلف الأطراف في سوريا والأصول إلى ترتيب سياسي يكون مرضيا لجميع الأطراف من قال أننا لسنا هذا ولا نعمل على هذا أما في المدى القصير ففتح المعابر يا سيدي هو أيضا سيسمح لبعض المهاجرين إذا أتيحت الفرصة الممكن أن يعودوا وبخاصة الذين يعودون بالقرب من الحدود الأردنية الأمر الثاني أن للأردن استثمارات كثيرة داخل سوريا كان بعضها معطلا بسبب الأحداث والحرب كانت قائمة في سوريا الأمر الثالث أن سوريا بنسبة لنا هي المعبر الأساسي الذي كان يربطنا برا بأوروبا وبتركيا والأمر الرابع المهم جدا هو أن أنا متفق مع الأخ جورج بأن احتمالات توفير التمويل لعادة أمار سوريا في المدى القريب ليست واردة هذه العملية الحقيقة شكرا جزيلا لك سيد جواد العناني تضحت السورة بأن 200 و300 مليار دولار ستتوفر شكرا جزيلا مع عدم سهولة ليس بهذه السهول لعودة السوريين على العموم شكرا جزيلا لك سيد جواد العناني نائب رئيس الوزراء الأردنية كنت معنا من عمان كما أشكر سيد جورج صبرى الرئيس السابق للمجلس الوطني كنت معنا من باريس الشكر لكم مشاهدين الكرام على حسن متابعتكم وإلى اللقاء